السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي لعزائق اخبار مع عليكم كل صغرون طيبين ان شاء الله احنا النهردة بنتكلم عن الطريقة الصحيحة لتوصيل الصرف الصحي سواء شقة كاملة سواء فيلا كاملة سواء عمارة ده المنظومة الصحيحة بس كل حاجة بتختلف من حاجة لحاجة احنا عرضنا الشوء دوت اخطاءه في الفيلا هنا في البوسكو فالالوقت احنا بناء رد التصليح بداعه دو عدد فيديو قلت الناس اللي عايزان يتصلح هنقول يتصلح الناس قالت اه و الناس قالت لا انا ستا مشكرش في حد رسل ربنا ادان عاقله وبنقول العاقل اللي بيميز مش البقه او الكلام او الكلام ده كله فاحنا ده هنبص بالعاقل والمنطق واللي الصح اللي ربنا عمرنا بيه واللي اللي هنبنعملله بما يرد الله فده هنا ده شوق ده هنا وهو فيما يرد الله دعا نبدأ كده طبعا هنا احنا لسه هنا كتلة قاعدة هنا وكتلة خط واحد كده احنا بس عملناها خطين هنبصها عليها من بره بس احنا هنا كان الوقت ما سعفناش ان احنا نصور عشان بس كانت المولد تشغال بالليل ومبقاش في ايه كاربا فالمولد بيعمل على صوت بس مش قبل هنا الكرسي يدخل في الحيطة البيئة بقية خط الوحدها اركب بقى التوريتي بتاعي مستريح وكل خط الوحده هنا دي الطريقة الصحيحة دي الطريقة فدها كده هنا هشام هنا دي الطريقة الصحيحة خط هنا هم ادي خط وادي خط كل خط مختص بذاته خط الخفيف مع الخط الخفيف الخط التقيل على التقيل مشتركات واي ده مع الحاجات دي هتشوفوها صور انا بس صورناها صور وفيديو سريع كده بس ايه للشغلة قبل المونة انت زي ما انتم دعونين بس صور شغلة قبل المونة عندي ايه ده برضو هتش هنا كده هشام الكوع دخل معايا داخل الحائط هنا هم والمصورة الوحدها ومصور خط الوحده وخط الوحده مشترك ويه اخد اليوها بتاعتي طبعا في معايا عشرة صنتي فوق الشرب هنا جهنا اخدنا كوعين مفتوحي دعوها بنحضت كرد الاسمان انها بتبقى تقل على التي تزبط الوزنة معانا كعام مفتوحة كل خط خرج لوحده زي ما حضرتكم شايفين كده بالزبط تمام كده خش هنا المبضى خزيشام يعني ده الشغل اللي يرضى ربما سبحانه تعالى اخلاف ذلك بقى انت كده بيت ايه بتزعل من نفسك كده الخط الاول كانت هنا دي كده كلها مواسير وهنا بيبة كده وكل حاجة رايحة وكانت شبكة كانت شبكة عن كبوتية ونخلط بعضها كده كل صرف الوحده على برا كل صرف الوحده على برا الخط خمسة وسبعين بيبة كده كل صرف الوحده على برا الخمسة وسبعين بيبة كل حاجة على برا خمسة وسبعين في خمسة وسبعين في خمسة وسبعين جاي في الكورنر بتاع اليونت تعالى بقى نبص بقى على الفن الاحترافي لشغل السباكة الصحية الحديثة او القديمة هو ده اللي احنا تعلمنا واتعودنا عليه وشاكلين عليه نبص كده انا هم برا مينا الشمس والله عاملا بس حلوة كده هنا دي هنا جبنا هنا غرفة التفتيش اهل غرفة التفتيش اخدت عليها جل تراب الجل تراب اخد معي خط خفيف الويا بتاع الحمامات اللي ليحبوه اللي جاي من فوق اللي جاي من فوق اللي هو بتاع الشرق فوق العمل نزل عمل لوحده على الغرفة يعني ما روش علاقة بالخط الخفيف كل حاجة لوحدة عشخي ماشطل مش ريحة كاريهة او ان انا دايدي حشوات او ريحة او قصة دي كلها فكرة البيتراء انه بيتع الريحة وقصة دي كلها خط العمل في جير واحده برضو على الغرفة الوحدة كل حاجة مختصة بجدها. نفيش حاجة رمية على حاجة. الارض كانت كلها الاول. شبكة ببعضها زمان التباك والجليل الاوياني. خط هنا كده بوص النحياني. خط خطة اربعة بوصة للجليتراب.